نظم اتحاد المقاولين العرب بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان في عمان المؤتمر الدولي للاستثمار والمصارف والطاقة بهدف بحث تحديات تمويل التي يواجهها قطاع المقاولات العربية وإقامة الشركات بين المقاولين التي تعمل تحت مظلة الاتحادات والنقابات العربية في تنفيذ المشروعات بداية أنا بدأ رحب بأخوي وزميلنا وشيخنا لأخذ فهد نحمدي اللي هو رئيس الاتحاد المقاولين العرب احنا معهم تقريبا من سنتين أو أكثر بدأنا مع بعضهم الأردن وعملنا التوأم وزارة الأشغال مع الاتحاد المقاولين العرب بالإضافة أنه هو من المملكة العربية السعودية التي نعتبرها هي سنتنا في الأردن غير أنها من جارتنا بس كان سنت فإحنا مع بعضنا اتفقنا أنه كل المؤتمرات التي تحدث كانت سيرنا في الأردن وإحنا موجودين هنا حتى نوصل الرسالة لكل الدول العربية ونكون دائما بحظر خير للجميع قصة التمويل للمشاريع الإسكانية والمشاريع المقاولات بالأردن وغير الأردن هي دائما فيها مشكلة دائما فيها بعيقات عن موضوع التمويل تسهيل إجراءات تمويل المشاريع للقطاع الخاص والقطاع الحكومي موضوع مهم جدا رئيس الاتحاد فهد الحمادي قال أن التقارير الصادرة عن بعض المصادر المتخصصة في الوطن العربي بيّنت بأن قطاع المقاولات يشهد تحديات وتعقيدات من المتخصصة في الوطن العربي يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن اتحاد المقاولين العرب أنا أكون بينكم اليوم في أرض المحبة والأخوة والعمل الدؤوب يشارككم هذا الحدث الهام وهو المؤتمر العلمي الأول لتحديث نظام تمويل المقاولين في الوطن العربي برعاية الشريك الاستراتيجي للاتحاد وزارة الأشغال العامة والإسكان ويأتي تخطيطنا لهذا الحدث انطلاكا مما يعاني قطاع المقاولات في الوطن العربي من زيادة تعثرات وخسائر أكثر من 62% من شركات المقاولات في الوطن العربي في عام 2016 وانسحاب أكثر من 37% من شركات المقاولات في الوطن العربي وتحول 45% من شركات المقاولات نشاطاتها إلى الصيانة وهذا يعتبر مؤشر غير جيد بالنسبة لقطاع المقاولات في الوطن العربي مما أدى الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر لتقديم إن شاء الله بعض الحلول العلمية للكطاع وسوف يجتمل المؤتمر على خمس جلسات منها الجلسة الأولى تمويل كطاع المقاولات والتخطيط الاستراتيجي لقطاع المقاولات في الوطن العربي والعمل في كطاع المقاولات ومخرجات التعليم والتنمية المستدامة وكطاع المقاولات والإعلام وكطاع المقاولات إن كافة منسوب اتحاد المقاوليين ينظرون إلى هذا المؤتمر بكل الاعتزاز والتقدير ويشددون على أيديكم يحدهم الأمل في أن يخرج بتصورات واضحة ويبلور رؤية تحديات معالم الطريق وتزيد من فعاليات قطاع المقاولات وتفجير الطاقة الكامنة وتجمع مختلف الجهات وتجتمع جميع الجهات التي يقع على عاتقها إنجاز تلك المشاريع وتحقيق التكامل فيما بينها وتوحيد قواها وقدرتها من أجل التنفيذ الأمثل والأفضل في فورة الجهود المبذولة والحركة النشطة الساعية لإعادة بناء القطاع واستدعاء تراثها الحضاري العريق ومخزونها الوفير في البناء والعطاء وأوضح أن البيانات المتداولة تظهر ارتفاع المبالغ المستحقة لقطاع المقاولات لتتجاوز 2.5 مليار دولار ما يعكس حجم السيولة المقيدة والضغوط التي يواجهها القطاع حاليا حازم السردي الحقيقة الدولية